اشتركوا في القناة في اغلب الجهات مبين 18-23 درجة مع عدد المرتفعات الغربية سجلنا 16 درجة خصوصية التقص نشوفها من خلال تسلسلس والقمر الاستناعي وان كانت تقص قليل سحب باغلب المناطق الليلة سحب عبر باغلب الجهات الريح من القطاع الغربي ودرجة الحرارة تنخفض خاصة بالمرتفعات قد نسجل ستة درجات وفي بقية المناطق مبين 8-13 درجة توقعاتنا لتقص غدوة سحب عبر على اغلب المناطق والريح من القطاع الغربي والبحر يكون متموج فهم مضطرب بالشمال قرى في توقعاتنا لدرجة الحرارة للمدن التونسية قد نسجل في تونس الكبرى وبنزرد في حدود 21 19 في قليبيا سحب عبر تقص مغيم جزئين في نيبلة 22 زغوين 23 درجة بيجة 22 17 في تبرقة 23 في جندوبة 21 في سيليانا سحب عبر الكيف مغيم جزئين في حدود 20 درجة 19 درجة تقص كذلك يكون مغيم جزئين درجة حرارة مرتفعة في القيروين 24 في جهة الساحة لسوسة 23 منسير 22 مهدية 21 زوزر قرقنا وسفيقس في حدود 22 درجة سيدي بوزي 23 القسرين 22 بالنسبة لمدن الجنوب الغربي قد نسجل في قفصة 19 22 في توزر سحب عبر واقبل في حدود 21 درجة سحب كذلك عبر بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي قبص قد نسجل في 22 جزيرة جربة في حدود 20 درجة مدنين 22 تطوين 19 ورميدة 20 درجة تقسيكون مغيم جزئين بالنسبة للملاحة وسيدة البحري في منطقة سيراتوا خليج تونس رياح تتجاه شمالية غربية سرعتها تكون في حدود 15 إلى 25 عقدة البحر يكون مضطرفة محليا شديد الاتراب في خليج الحمامات ومنطقة الشابة رياح تتجاه جنوبية سرعتها في حدود 15 إلى 25 تتقلص محليا بين 15 إلى 15 عقدة والبحر يكون شديد الاتراب ومحليا متموج وفي خليج قبص رياح غربية سرعتها في حدود 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطرفة محليا شديد الاتراب ليلا كراف توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض المدن والعواصمة العربية والأوروبية تقس صفي في نواقشط 32 در البيضة 19 تقس مغيم جزئين لجواء مستقرة في الجزيرة 22 ترابلس تقس صفي 19 وبالنسبة للخرطوم درجة حرارة مستقرة في حدود 28 درجة القاهرة 19 تقس مغيم جزئين وبالنسبة للبقاع المقدسة درجة الحرارة مرتفعة في مكة المكرمة 27 مدينة المنورة 23 وفي مسقط 25 تقس مغيم جزئين أبوظبي صحب عبر 22 دوحة صحب مرتفعة 23 درجة والكويت وبغداد في حدود 18 درجة بالنسبة للشرق الأوسط عودة تقل وبيت الجوية امتار ضعيفة في قدس الشريف 13 بيروت 15 وادي مشق 18 درجة إسطنبول درجة الحرارة ترتفع نسبيا 13 درجة بالنسبة لأوروبا روما في حدود 16 درجة مرسيلي 18 9 درجات في برلين وأمستردام 12 في لندن 10 في بروكسيل 13 في فيينا 13 في جونيف 11 درجة في باريس كذلك صحب مرتفعة مدريد تقس مغيم جزئين 14 ولشبونا 17 درجة صحب عبره بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الثلاثة الريح يتجه من القطاع الغربي البحر يكون مضطرب بخليج جيبس وقليل اتراب بقية السواحل وبعض الصحب على أغلب الجهات ودرجة الحرارة تتواصل لمرتفعة بالنسبة ليوم الإربعار يحكي ذلك يتواصل من القطاع الغربي والبحر يكون مضطرب في شديد الاتراب بشمال متموج بقية السواحل والتقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق والحرارة قد تشهد انخفاض طفيف أوقات الشروق والغروب بالشروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة سبعة صباحا وثمانتاش دقيقة والغروب الخامسة مساء وتسعة واربعين دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطن الرز الجوي على صفحة الويب تدفع لو تتواصل معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي أوقات السالية لمدينة تونس ومجورها سلت الصباح إن شاء الله تكون في تمام الساعة الخامسة صباحا وخمسين دقيقة سلت الظهر منتصف النهار وأربعين دقيقة سلت العصر الساعة ثلثة مساء وعشرين دقيقة سلت المغرب في تمام الساعة الخامسة مساء وواحدة وخمسين دقيقة وسلت العشاء في تمام الساعة سبعة مساء وسبعتاش دقيقة دمتم أوفية الوطن الأولى لا لقاء نسكن اشتركوا في القناة